السلام عليكم ورحبا بكم في قناة مطباق قاما نرحب بكم كامل ورحبا بكم عندي بالقناة اليوم ما جيت لكم فيديو جديد حضرت لكم طاكوس منزلي ماذاق رائع مقادير بساط يعني موجودة في كل بيت انتمنى ان شاء الله هيتوفوا الفيديو الاخر ادرخ نخليكم على المقادير وطريقة صحبه نقولوا باسم الله نحن عندي يزج مغرف كوبات على الزيت مغرفة صغيرة على خميلة على الخبز مغرفة صغيرة على سكر بويا وقناتور مغرفة صغيرة على الملح وزوج كيسان على الماء دافي والفارينا هنا وزنت 670 غرام نبدأوا باسم الله هنا حكمت البول وزوج كيسان على الماء دافي يعني ماشي دافي دافي غيش يدفيته ماشي حاجة والكاس تعم 150 مليا نضيف هذه الخميرة والسكر ونخلطها بالفوي ونضيف زوج مغرفة على الفارينا نخلط الخالطة على ملح ونضيف حوالي 10 دقائق حتى هذه الخميلة نفاعل باش نكملوا المرحلة الأخرى هكذا الزيت والبولة على وقت الملح نخلطه على مبعد هكذا تسهلنا العمليات التخمر من المرحلة نحن نضيف اكملت كامل الكاميه نص ساعة هنا احكمت سنوة اضغط عليها شوية فارينة ونسيلي الليبون المقلع تاعي ولا الطاجين ولا يعني الشي اللي تحبوا والشي اللي عندكم في المنزل هكذا اكمتوا العجينة كيفاش رهي الشيشة اكمتوا يعني كيري يحس ونسيلي الليبون لاحظوا تحبوا توسيهم صغر على هادو تنجمو تحبوا توسيهم كبير على هادو تنجمو يعني انتمو الترجين تاعكم ولا المقلع هكذا نكمل كامل بصح في السنوة لازم توسي و ترشو الفارينة باش كيترفدوا الحبة ما تلسقلكم ش لاحظوا هنا كيفاش نغطيهم نخليهم واحد لخمس دقائق باش يترطينا الطع نتنحلنا الخبزة وهنا بعد ما نتلقو خلو خمس دقائق بديت رشيت الفارينة لازم باش تنحلكم الخبزة تاكم هاكذا وننحلها شكل دائري وننحلها رقيق هاكذا كما كنتلاحظوا باش تنحلوا باش نتنحل لكم ش لاحبة هاكذا وانا كنت فرجت الطرشو ونحط وحدة قدم وحدة حتى نكمل كامل ذيك الكمية اللي يدرتها معاكم هاكذا كنتشوفوا رشيت الفارينة وننحلها في الخبزة تاعي حتى ننحلها اه رقيقه هاكذا نحلها ونقلبها ونحلها حتى نشكل شكل دائري يعني تحل معنا بسهولة لخطر علاش خليتهم يتاحوا واحدة خمس دقائق هذي ما تنسوهاش حتى نكمل كامل هذيك الكمية اللي عندي لازم تحلوها رقيقه و بعد ما نكملهم كامل انه نسي واحدة قدم واحدة ونخليهم كيف كيف يريحوا واحدة خمس دقائق باش مدان طيب فيه هاكذا كي مدان طيب هاكم شوفوا بعد ما كملتهم كامل نغطيهم ونخليهم يريحوا واحدة لخمس دقائق ما يجدوش بليس و بعد ما يريحوا هما يريحوا وانا تم تم نباسي المقلة تاعي تسخوا المليح والنار تاعكم ما تكون قوية بزرق يعني متوسطة ما بينه وبين ويسخنكم المقلة والطاجين يسخلكم ليح باش تبدأ بتواسيه في الخبزات لازم المقلة والطاجين يسخلوا ليح هادي وغين نحطها غين نشوف الوجتها نشف نقلبها يعني ما نخليها حتى الطيب باش نقلبها لا لا غين نشوف الوجتها نشف وبدو يتلعو ذاك شوان بابل نقلبها نقلبها يعني هذ الخبزات الخبز التاكوس ما لازمش يتيب كامل مش غطر انا نديرو في المطلوع لا 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 راكم تشوفوا فيه باش يتيب كامل على الجناب هاو الخبز ونقلبها ومادى بكم هذ الخبز تحرقوا الحبتاعكم خطر كي تلوبيوا الحبة كي تلوبيوا الحبة كي تلوبيوا الحشوة راهي تقسم لكم انه مادى بكم ما تحرقوهاش طيبوها ندروا بعد نوري لكم يعني يبالكم الطيابة هذ الخبز هكذا غير شوية هنا هيا بعد ما تأكد عليها الضابط نحيتها وبسيتها في الطرشون وغطيتها ما تخليوهاش اللي هو مش ميت لكم شهد الخبز وكيف كيف نعود نحط لكم واحدة ثانية لاحظوا غير ينشف شوية الوجه ان نحيها ونقلبها عفوان ونخليها نزيد غير نشوفها شدة تروحها شوية نعود نقلبها حتى تدين لون ذهبي ومادى بينا نقعدوا نحركوا فيها شتوكي يعني كيكونوا قامل محلولي رالدي تطيب حبا نحكموا واحدة اخرى ماشي هي الطيب وحنا نحلو لاحظوا هذي لا يبارك كيف نفقت لي هنا نحاول ننكسلها هكذا قمتها قمتها يعني تدي هذي اللون قمت لكم اللي حبة تاعكم بتاع الخبز يعني مادى بيكم ما تحلقوهمش حتى نكمل كامل طيبهم وانا كيكون تكملتهم كامل قمت لكم قمت لكم قمت لكم قمت لكم لاحظوا كيفاش الخبز يجي يعني مهما تتواسي بي هكذا بيدك مايتعجج كيف كيف نعود نغطيه ونجي بتقيس منواسي واحدة والخلين يكونوا مهما تطيب هنا بالنسبة للخبزات كواحد كيفاش يحبي يحشي طاقسة وكان يحبي يحشي بالدجاج يعني كواحد وكيفاش يحب انا وسيت هذي كاساسة اجغيان هكذا وكنت طيبت اللحم وفروم عادي كما طيب البورك بالبصله كامل هكذا فرشت التبقى وهنايا كنت قطعت بصل شرائح ملح وفلفل وقليت البطاطا اللي فخيت هكذا ملحتهم ونواسي هذي كشرائح بتاع الجوب تاعلي صندويج هكذا يعني انا غير باش نوري لكم هكذا كيفاش طابو الخبيزة تواعي الحشو اللي يوري لكم يعني كواحدو تدق تاعو وهنايا باش تأكدو اللي يغلقو لكم ليح الحبات احكموهم بل كوردو كي الحبالي تكملوها حطوها في الطبس وكيف كفعوا وغطوها ما تتخليوها شعريانة باش ماتي بس خاصة خاصة هذا الخبس ما يحبش يقعد لهوة وذو الوقت سخانة حاجة لي هي تنشف هذي هي وبنسبة الاساسة الانجيغية نحضرها يعني في المنزلة ما نشريعش نوسي للمعيونيز ونوسي فيها كيتشوب وصلصة على الحب هذي هي ونخلطها ملح ويحضرها معي مواد غذائية من كل البلد هذي هي تصيبوها هاكذا ونفرش هذي الجو ونغلق الحبات اعمليح ونوسي ذاك الكوردو وعلى فكرة كان بزاف اللي يحبوا يديروا اللي غندية طماطم نضيفها لخطر تطلق الماتحة ونشمخلنا الخبز ولي يحبين يديرها هذي كلي يكون اغسية هذا هو ونكملهم كامل على حسب العائلة نشعل البانينة الساعي ونضيفهم بالمارغارين ونضيفهم بالأعلى ونضيفهم بالأعلى ولي ما عندوش يوحي المقلة عادي يبدو يوحي الخبيزة المهم حاجة في الدر وحاجة مقية وتعفوش تاكلو وصدقوني يجي رائع ما تنسوش هذيك نماغا تحطوا سواء في البانينة ولا في المقلة باش يجيكم خفيف ويمد ماذا قبنين هذي هي الفيديو نتمنى ان شاء الله يعجبكم ما تنسوش بسي والي يجاب وشاركو في القناة خليتلكم هنا ورح تلبى الفيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة